موسيقى وفق مجلس الأنم الدولي بالجمع على قرار حول حل سياسي للقضية السورية أمس الجمعة حيث دعا إلى تلاقي إطلاق مفوضة رسمية بين مختلف الأطراف للسورية ذات الصلة بوسطة الأمم المتعدة في يناير وقبل أوضح القرار أن مجلس الأمن الدولي يدعم الوقف الشامل لإطلاق النار في سوريا مؤكدا على اعتراف مجلس الأمن ببيان جونيف عام 2012 والتوافق الذي تم توصل إليه خلال اجتماع وزراء الخارجية الثاني حول سوريا والمنعقد في شهر المنصر وأن الشعب السوري سيقرر مستقبل سوريا ويدعو مجلس الأمن مجدد المختلف الدول إلى الالتزام بالقرارات المعنية لوقاية ومكافحة نشاطات الإرهابية التي نفذتها داعش وجبهة النصر والقاعدة ويحوط المجتمع الدولي على إزالة معاقلها الرئيسية في سوريا هذا وعقد اجتماع وزراء الخارجية حول السوريا في نيويورك في وقت مبكر من نفس اليوم حيث حضر الاجتماع كل من الصين والمولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا وتركيا والسعودية وغيرها من الدول المعنية السبعة عشر حيث سيناقش الاجتماع سبل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية رغب أن نيويورك حول قضية السورية اجتماع مغلق فإن وزير الخارجية السيني وانيي أضح موقف الحكومة السينية من القضية السورية لوسيج علامة قبل دخوله قاعدة الاجتماع قادم الفريق السيني إلى هنا لدمان اتجاه الحال السياسي للمسألة السورية والعمل مع مختلف الدول على دفع إدراج عملية المصلاحة السياسية في المسار لا يمكن الغرجوة فيه ففي ذلك تحديد القوة الإرهابية حضير على المجتمع دولي أن يدرك ضرورة الحال السياسي للمسألة السورية نقدر نتائج اجتماع في ينا ولكن يجب علينا أن نبذل جهود أكبر في حال المسائل العالقة إن إطلاق المفاوضات ووقف إطلاق نار وأمال عمف مهمة عولوية لنا لا يمكن إجراء مفاوضات السلام دون وقف إطلاق نار تامر السين من الأمم المتقدة أن تلعب دورا أكبر في العملية السياسية في سوريا عقدت الهيئة العمل للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية اجتماعا في العاصمة السعودية رياض أمس الجمعة لمراقشة المواضيع المتعلقة بحل الأزمة السورية في أسرع وقت ممكن مع إعلان تشكيل وفد تفاوضي كما أكد المنسق العامل للحيئة على أن موقف المعارضة السورية إذا أرحيل الرئيس البشار الأسد لا يتغير ترأس رئيس الوزراء السوري السابق رياض حجاب اجتماع أمس الجمعة بعد انتخابه منسقا عاما للهيئة العامة للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية في مؤتمر الرياض الذي تم عقده في الفترة ما بين التاسع والعاشر من الشهر الجاري حيث أكد حجاب في مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع على أن ممثلي المعارضة قد ناقشوا الخلافات بين الأطراف في الاجتماع معلنة عن تشكيل وفد تفاوضي للمشاركة في المفاوضات المقرر عقدها الشهر المقبل مع تحديد أعضاء الوفد هناك كثير من المسائل التي أكدت عليها الهيئة العليا وما أكد عليها أيضا مؤتمر رياض وخاصة قبل البدء بالتفاوض هي الإجراءات بناء الثقة وإجراءات حسن النية من قبل الطرف الآخر ولو أنه نحن نشعر إلى الآن لا يوجد هناك طرف آخر أو شريك في موضوع إيجاد تسوية سياسية في سوريا أجدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري كان قد أعلنت في وقت مبكر بعد لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تبديل النظام السوري الحالي وهو يعد تراجعا كبيرا في الموقف الأمريكي من القضية السورية وإزاء ذلك قال رياض حجاب أن المعارضة السورية تصر على رحيل الرئيس السوري الحالي بشار الأسد كشرط مسبق للمفاوضات الدولية كان الخيار الأول بالنسبة له هو الخيار السلمي الخيار الذي يحقق أهداف الثورة السورية ويحقق مرجعي جينيف واحد وقرار مجلس الأبنى الدولي 21-18 التي تعني تشكيل هيئة حكمة انتقالي كاملت الصلاحيات أن لا يكون لبشار الأسد فيها أي دور على الإطلاق ولا حتى من بدء المرحلة الانتقالية عرب الرئيس الروسي فراتمير بوتين عن موقفه اتجاه الوضع في السورية قائلا أنه يجب تحقيق حل سياسي للأزمة السورية في أسرع وقت ممكن وذلك يحتاج إلى المفاوضات بين الأطراف المعانية للدفع عملية حل سياسي كما أكد بوتين مجددا على أن مسير السورية يقرره الشعب السوري وحده نعتقد أن الشعب السوري هو الذي يقرر من سيرأسه بأي معيار أو قانون وأريد أن أؤكد على مسألة همة هي أننا ندعم دعوة الولايات المتحدة بما فيها مشروع القرار الذي ستقدمه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقد أحضر وزير خارجي الأمريكي معه نص هذا المشروع خلال زيارته مؤخرا نوافق على هذا المشروع بشكل عام وأعتقد أن الحكومة السورية ستوافق عليه أيضا بعد قراءته أداف بوتين أن التنظيم المتطارفة يشكل تحديدا للجميع ويجب تسوية هذه القضية في أسرع وقت ممكن ولم تشكل عملية عسكرية روسية في السوري حاليا أي تخوض مالية على روسيا فطالما يحتاج جيش السوري الحكومي إلى الدعم فسيواصل جانب روسيا دعمه يرغب البعض في التعاون مع الحكومة السورية ويعارض البعض الآخر بحزم التعاون معها فيجب على الأطراف المختلفة أن تكون لديها عزيمة لتقديم بعض التنازلات لقد أوضحنا موقفنا سابقا وهو أننا سنواصل الضربات الجوية لدعم الجيش السوري الحكومي طالما تحتاج سوريا إلى دعمنا وسنواصل هذه الضربات فضل عن مساعدة جيش السوري الحكومي في ضرب التنظيم المتطرفة قال بودين إن روسيا ستقاطم نفس المساعدة إلى المعارضة السورية التي تهارب التنظيم المتطرفة سنقيم اتصالات مع بعض أطراف المعارضة السورية لا شك أنه يجب عليها أن تكون غير متطرفة وتتخذ المحاربات التنظيم المتطرف هدفا أوليا بالنسبة لها سنقوم بالضربات الجوية لمساعدة هذه المعارضة وهذه الوسيلة لا تختلف عن وسيلتنا في مساعدة الجيش السوري الحكومي أهلا بكم مجددون أكد ألمين العام لحلف الشمال للطلسية نيتو ينت ستوتنبورغ أمس الجمعة في بوركسل إن عضاء نيتو اتفقوا في اجتماع وزراء الخارجي على إرسال الطائرات والسفن إلى تركيا للتقوية الدفاعات الجوية على حضودها مع السورية حسب التدابير سيرسل نيتو إلى تركيا المزيد من الطائرات بواكس والسفن الحربية واللمانية الدانيماركية بإضافة إلى ذلك سنتشر إسبانيا منظومة للدفاع الجوية للصاروخين امتراز باتريوت في المناطق الحضودية بين تركيا والسوريا لمواجهة الصواريخ التي قد تنترق من سوريا إلى تركيا وقال ستوتنبورغ أيضا إن اجتعالت النيتو هذه الدفاعية لكن المصادر من النيتو كشفت أن هدف إجراءات النيتو الرئيسي هو تجنب وقوة حالث مماثل لسقاة المقاتلة الروسية على أيدي القوات الجوية السوركية وفدت إحدى وسائل العلامة العراقية الرسمية مؤخرا أن القوات الأمنية العراقية حققت تقدما باتجاه استعادة الرمادي حاضرة محافظة الأنبار حيث نجحت في استعادة بعض ضواحد المدينة وفقا للتقرير الصحفي فقد طرد مسلحو داعش المتحصنون في مصنع زجاج كبير بضاحية الرمادي الغربية وبعض المناطق الأخرى بعد أن تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات ولكن مركز المدينة ما زالت تحت سيطرة مسلحيهم الذين يتراوح عددهم بين 250 و300 ووفقا لمصدر في الجيش العراقي فقد قطعت الكوات العراقية خطى الإمدادات الأخير لداعش نحو الرمادي في الشهر الماضي الأمر الذي أثر على معنويات التنظيم كثيرا وتسبب في نقص الأغذية والذخائر له قالت المفاوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة إنها تتوقع أن يسجل عدد الفارين من الحرب والعنف رقما قياسيا جديدا عام 2015 يفوق مستوى عام 2014 الذي بلغ حوالي 60 مليون مهاجر وفقا للتقرير المفاوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جرى تعداد ما لا يقل عن 5 ملايين شخص إضافي يعتبروا في فئة النازحين وهم يتوزعون بين 4.2 ملايين نزحوا داخل بلادهم و 839 ألفا عبروا الحدود خلال النصف الأول من عام 2015 أي ما يعادل 4600 شخص يصبحون لاجئين يوميا وحسب التقرير بحلول نهاية يونيو بلغ عدد اللاجئين 20.2 مليون شخص في أنحاء العالم أي بزيادة 45% منذ عام 2011 وتقول مفاوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العامل الرئيسي هو الأزمة السورية التي بدونها لكانت زيادة العالمية من عام 2011 إلى منتصف عام 2015 5% فقط كما أشارت المفاوضية في تقريرها إلى أزمة المهاجرين في أوروبا تلقت ألمانيا أكبر عدد من طالبات اللجوة خلال هذا العام حيث منتبقها يأسي العدد طالب اللجوة إلى مليون شخص بحلول نهاية هذا العام حتى الآن يعيشوا حوالي 3000 طفل لاجئين في الألمانيا ما جعل الحكومة الألمانية تعمل على مساعدتهم على التكيف مع الحياة الجديدة من خلال بعض المشاريع التجربية قامت الحكومة الألمانية بتخصيص دروس للغة في بعض المدارس الابتدائية المحلية وبدأ تنفيذ هذا المشروع في نوفمبر الماضي في مدينة كولونيا ونوي أولم وبرين وسيشكل طلاب اللاجئون بطلاب الألمانيون مجموعة الصداقة وقال خبراء تعليم الأطفال أن القضاء على أي نوع من الخوف هو ضروري كما أن اختلاط أطفال اللاجئين مع طلاب الألمانيين هو أمر مهم للغاية وفقا لملاهظة المعالمين بدأ طلاب بقامة صداقات مع بعضهم وبعض أطفال اللاجئين والأطفال المحليون من ثلاثين مختلفتين أصبحوا أستقاع خلال يومين من بدء المشروع على رغم من أنهم لا يعرفون بعضهم البعض من قبل إذا كان الأطفال محتمين بما يفعلونه سيتعملون أكثر وأفضل من خلال المشاركة في هذا المشروع التلاب الأدين أقوموا بتدريسهم متحمسين وإيجابيين مقارنة مع دروس وكتابة الكلمات في حجرة درس سيتعملون أكثر من هذا المشروع نتمنى الشراء شكرا على المتابعة وإلى لقاء ترجمة نانسي قنقر